يتوقع أن تسرع البنوكة السعودية وثيرة إصداراتها للديون لتصل إلى مسؤولة قياسية جديدة هذا العام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على القروض لا سيما لتمويل المشاريع وتنويع مصادر الأموال وسط شح السيولة الناجم بشكل أساسي عن مضاهات الودائع للقروض تقريبا خلال السنوات الأخيرة بحسب بلومبرغ انتليجنس فإن حجم إصدارات الديون من البنوك السعودية بلغ 14 مليار دولار منذ بداية العام حتى منتصف نوفمبر فيما رفعت تقديراتها لإصدارات الدين من البنوك السعودية إلى مستوى قياسي هذا العام من 11.5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار سنويا والشهر السادس على التوالي ارتفعت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية مسجلة في أكتوبر الماضي أعلى مستوى لها في أربع سنوات وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ وبحسب البيانات ارتفعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي يحتفظ بها المركز السعودي إلى 144 مليار دولار ما يعادل 35% من إجمالي الأصول الأجنبية لدى المركز السعودي وينضم لنا من الرياض دكتور علي الحازمي باحث متخصص في الاقتصاد الكل وعود وجمعية الاقتصاد الأمريكية أهلا وسهلا بك معنا تبدأ بالحديث عن موضوع تسريع البنوك السعودية لوطيرة إصداراتها للديون في هذه الفترة المقبلة هذه التوقعات على الأقل ما الذي يدفع بهذا الاتجاه أهلا أهلا سيدة صباح الخير وبالسادة المشاهدين أنا أعتقد ما يحدث اقتصاديا هو ما يدفعنا إلى هذا الاتجاه مشاريع كبيرة عملاقة لو نلاحظ بأن إذا تحدثنا على مستوى الحكومة يعني تقريبا واصلين إلى مستوى تريليون و150 مليار ريال هي حجم الديون السيادية تقريبا أكثر من 70% هو يأتي من السوق الداخلي هذا واحد من الأسباب حقيقة لتسريع البنوك أيضا لدينا هناك ترافق مع التحولات الحكومية أيضا الكطاع الاستثماري وهناك علاقة حقيقة طردية ما بين المشاريع الحكومية ونموها وما بين الاقتراض للكطاع الاستثماري لأن من يقوم بهذه المشاريع هي القطاع الاستثماري ونقطاع الاستثماري يحتاج إلى كابكس أكبر لعمل مثل هذه المشاريع بشكل أكبر عم نقول أنه في طلب متزايد على القروض من البنوك السعودية من أي جهات يأتي هذا الطلب المتزايد هل هي تمويل مشاريع خاصة؟ هل هي تمويل مشاريع الحكومية؟ هل هي استدانة حكومية من البنوك السعودية؟ هل تضغط ديون الحكومية على السيولة في البنوك السعودية؟ عقب من هي تأتيم جميع الأطراف حقيقة على مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الاستثماري حتى على مستوى القطاع الاستهلاكي وكلنا نعلم إذا ذهبنا إلى آخر نقطة القطاع الاستهلاكي اليوم المحفظة الإقراضية فقط للقطاع العقاري وصلت إلى مستويات أكثر مستويات السكتمية أعتقدتهم مئة مليار ريال وهذا رقم كبير انطلاقا من مئتين وخمسين مليار في العام 2018 تضاعفا تقريبا ثلاث مرات وأيضا القطاع الحكومي نلاحظ بأن حجم الدين منذ انطلاق رؤية المملكة لم يكن في يعني لم يتجاوز بستوى تستمائة مليار ريال اليوم نتحدث عن التريلون ومية وخمسين نتحدث أيضا عن القطاع الاستثماري عن القطاع الاستثماري وقطاع البنوك كان في السابق ربما معدلات الفائدة حد نوعا ما ولكن الآن مع توجهات الفيدرالي نلاحظ بأن الشركات أو القطاع الاستثماري بدأ يتجهز بسيولة للدخول بشكل أكبر واليوم لدينا محفزات حقيقة اقتصادية وديناميكية تجعل من القطاع الاستثماري أن يقترض حتى وإن كانت نسبة الفائدة مرتفعة إلا أن هناك محفزات اقتصادية داخلية معززة للنموم لهذا القطاع بشكل كبير طيب البنوك تسرع واتيرة أصداراتها للديون من الذي مرجح أن يشتري هذه الديون خلالنا نأكي على تقييم الاقتماني للبنوك كيف تقدر الآن وكيف تقارن إذن مع فرص أخرى للمستثمرين في السوق أنا أعتقد البنوك تقف على أرضية صلبة جيدة وكلنا نلاحظ بأن البنوك في المملكة تصنيفاتها جيدة ومرتفعة والسبب يعود وجهة نظريين وجود بنك مركزي أجريسيف وقوي وشديد حقيقة نلاحظ بأن هناك أزمات مالية ودعا من دما نقيم البنوك يعني نقيمها على الهيستريكل وعلى وضعها وحيث كفاية رأس المال وكل هذه المعضيات نلاحظ بأن الأزمات المالية والأزمات التي حصلت في الأسواق سابقيا لم تحصل قيل هزة في القطاع المالي لدينا وكلنا نؤمن بأن القطاع المالي والبنكي في المملكة هو يعتبر العمود الفقري للاقتصادي لذلك أنا أعتقد بأن التمويلات حقيقة هي تأتي من هذا اليوم شاهدنا أعتقد البنك الأهلي بدأ بإصدارات وعرضها في بورصة لندن أنا أتمنى اليوم كمحلل اقتصادي يعني لو عما أن نذهب اليوم بما أنك تملك تصنيف جيد اذهب إلى الأسواق الخارجية حتى لا تزاحم القطاع الاستثماري نعم حتى لا تزاحم القطاع الاستثماري داخليا يعني اليوم إذا تحدثنا عن المستوى الحكومي نعم لدينا تصنيف جيد بالإمكان أن نذهب خارجيا القطاع الاستثماري أو القطاع البنكي لديك تصنيف جيد يعني تجفيف السيولة حقيقة أحيانا أحيانا مضر بالاقتصاد لذلك بقدر الإمكان نعمل توازن ما بين حجم الاقتصاد ككل من سرع وخادمات وحجم النقد الموجود يعني الآن تجفيفها أنا أعلم بأن هذا التجفيف سيؤدي حقيقة إلى انخفاض النمو الاقتصادي لكن أنا أعتقد بأن صناعة قراف البنك المركزي أو حتى وزارة المالية عند الإصدار يعون مثل هذه النقطة والدليل أننا نلاحظ بأننا في مستويات النمو الاقتصادي الجيدة ولكن الذهاب إلى أسواق الدين العالمي ونتحدث بالدولار واليورو أنا أعتقد ربما مناسب جيد جدا بما أنك تملك تصنيف اعتمالي جيد بنفس الوقت الآن أيضا الناس نعم بأن الشهر السادس على التوالي حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت وصلت الأعلى مستوى فعليا بأربع سنوات عليها هذا يعني نوع من ركن السيولة في سندات الخزينة من قبل المملكة والله هذا سؤال هذا سؤال مهم ولعلي سامحيني على المقاطعة نعم من يتتبع حقيقة الزيادة وأعتقد وصلنا إلى مستويات أدنى مستوى وصلنا إلى تقريبا المية و 111 مليار دولار سندات الآن عودة إلى الارتفاع وكلنا نتحدث تاريخيا وصلنا إلى أرقام أكثر من 144 مليار أعتقد وصلنا إلى بحر المية وثمانين مليار ولكن ربما كان هناك تسهيل لبعض هذه السندات بسبب المشاريع الآن عمل توازن نعم هناك إعادة لشراء وتموضع وتمركز من جديد للحكومة في السندات الأمريكية ربما محفز حقيقة المساحة بالسندات تحقق عوائد جيدة ونحن نعلم بأن هناك دراع استثماري للمملكة يعني تحقيق عوائد جيدة من هذه السندات ولكن ثقي تماما إذا أصبح الموضوع هناك شح في السيولة بشكل أكبر وأجريسيف استوجب التدخل وتسييل بعض هذه السندات سنذهب إلى هذا الخير كما ذهبنا سابقا ولكن أعتقد بأن الحكومة ترى في هذا التوقيت بأنه مناسبة حيازة هذه السندات ونحن نعلم بأن السندات الأمريكية هي ما يميزها عن أي سندات أخرى بأنها high liquidity فيها عالي يعني يمكن تسيلها في أي لحظة وهذه سندات خالية من المخاطر وهذا ما يعطي مرونة للحكومة حتى وإن زدت من حيازة السندات بسبب الفوائد لدي نوعا ما الآن إلا أن لدي القدرة على تسيلها في أي وقت وفي أي زمن علي الحازمي شكرا جزيلا لك اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي